الحامل والابنين نضربهم بثنين ثمانية بثنين بكم بستة عشر واحد بثنين بثنين سبعة بثنين باربعة عشر وهذا وني ما لهم شيء الآن نعتبرهم أنثيين زوجة وبنتين وأخلي أم شفتوا اللي يعرفوا المسائل الحامل ذا يعني مدرك لكل المسائل لأن المسائل تعطيك في كل الحالات زوجة وبنتين وأخلي أم وابن عم الزوجة وش تعطونها ثمن والبنتين ثلثين والأخلي أم ما لهم شيء وابن العم له الباقي المسألة فيها ثمن وثلثين ثمن وثلثين من كم من أربعة وعشرين ثمن الأربعة وعشرين ثلاثة ثلثينها ستعشر عرفين كيف جاءت ستعشر أربعة وعشرين على ثلاثة فيها ثمانية في اثنين بستعشر الأخلي أم لهم شيء وهنا باقي خمسة الآن ما نعتبره ذكر وأنث كان عندي زوجة وابن وبنت زوجة وابن وبنت الزوجة وش تعطونها الثمن والباقي للعصبة الإبن والبنت سبعة والأخ لأم الله يرحمه وابن العم الله يرحم لهم شيء الآن في انكسار في نصيب من الحمل أنه هو الإبن والبنت ابن وبنت كم رؤوسهم ثلاثة نضرب في ثلاثة في ثلاثة لأنني عندي الإبن بثنين والبنت بواحد ثمانية في ثلاثة ب火 ربعةUD واحد في ثلاثة بثلاثة سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين الذكر يأخذ الربعة وتعشر والأنت تأخذ سبعة وهذه منهم شيء تعالوا شوف المسائل عندك ست مسائل المسألة الأولى كم صحت من ثناثة ثمانية والثالثة ثمانية والرابعة سيلة والخامسة أربعة وتعشرين والسادسة أربعة وتعشرين شوفوا معين الثمانية والثمانية دخلت في 16 ريحتنا والثنعش دخلت في 24 وريحتنا إذن بقي عندنا كم وكم 16 و 24 16 و 24 كم المضاعف المشترك حقهم يقسم على كم على ثمانية ثمانية على ثنين فيها كم قصتي 16 على ثنين فيها إيش 16 على 8 فيها 2 2 في 24 بكم 48 الجامعة 48 16 24 16 على 8 فيها 2 2 في 24 بكم 48 أو اقسم 24 على 8 فيها 3 3 في 16 48 توافق بينهما الجامعة 48 وش تسوي بالجامعة الآن نقسمها على المسائل 48 قسم على 12 فيها كم ركز 48 على 12 فيها 4 48 قسم على 8 فيها كم 6 48 على 8 فيها كم 6 تعال هنا تعداها هذه للمسألة هنا الجامعة 48 على 16 فيها كم 3 3 التي بعدها 2 والتي بعدها 2 واضحة الصورة الآن سنأتي للزوجة ركز معي لها هنا 3 في 4 بكم 12 هنا لها 1 في 6 ب 6 1 في 6 ب 6 2 في 3 ب 6 3 في 2 ب 6 3 في 2 ب 6 ستعطيها كم 6 الأقل الحمل واشتعطيه من دون ما تنظر في المسألة صفر لأنه في حالة أخذ صفر الأخ ليوم واضح أنه له صفر وابن العم واضح أنه له صفر كم توقف 48 خذ منها 6 42 توقف حتى ترجمة نانسي قنقر